مصر العظيم الأخوة والأخوات عمال مصر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية والتي ما كان لها أن تتحقق لو لا الجهد الخارق الذي بزله عمال مصر لعارض تشهيد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعية لقد تشرفت بوجود اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالين الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور متعاهدا بالاستمر في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار عاملات وعمال مصر الأوفياء إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية ولقد حرصوا منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة بيئة عمل سليمة حيث وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال تناقش فيها مختلف القضايا والتشعاد التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشون في علاقة العمل والحماء الحقيقية والناجزة لحقيق العمال وإضافة إلى ذلك وإيمانا مني بأهمية تضافر جود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منها العمال فقد وجهت بما يألي سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب المؤقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ ستمائة جنيه إلى مبلغ ألف جنيه تحدى أدنى للعامل والله يا دكتور مصطفى احنا محتاجين نخلي الصندوق ده نضيف له يعني دعم في الدعم كنت مثلاً لدكتور مصطفى أثناء الكلام من وزير العمل على حجم القيمة اللي موجودة في الصندوق لأنه كلما حتزيل حيبقى فيه فرصة أنه نحن العانات تبقى أكتر وتبقى أرقامها حتى مناسبة مع فمش عارف رأيك إيه الميكروفون هو يا دكتور الميكروفون هو مش عايزين حجاج هو بس يا فندم يعني تأكيداً حقول لحضرتك هو الرقم الحالي لأن الصندوق الحقيقة من ساعة ما تطور من ساعة ما أنشئ احنا شغالين على أن أولاً عافينه من فكرة أن يبقى حسابه في البنك المركزي بالعكس بيسمح له أن يضع في بنوك تجارية وبيجيب عوائد والحقيقة هذا الصندوق يا فندم حركت أتذكر لما حركت وجهت وقت كورونا بأن احنا نصرف للعمالة الغير منتظمة مبالغ هو اللي كان بيتلحها هذا الصندوق وأيضاً أثناء مشاكل السياحة كان هو الأساساً يعني هو بيدعم الفنادق والمنشآت السياحية وقت ما كانت الأزمات وأخرهم المجموعة اللي عرضهم مع علي الوزير دول بسبب أحداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سينة كان بيصرف هو حالياً الرقم بس يعني تأكيداً تصحيحاً للرقم هو واصل دلوقتي إلى ما يقرب من 8 مليار وبيجيب العوائد بتاعته وهو غالباً دلوقتي اللي بيتصرف منها هو العوائد لكن حضرتك اللي تؤمر بيا فندم نزود شوية عشان اللي حركة أمرت بيه قول يا دكتور اللي حركة أمرت بيا فندم في أن زيادة الحد الأدنى من 600 ألف لا ما خلاص ده ماليش علاقة بالموضوع اللي حضرتك تؤمر يا فندم لا شوف رقم هنحط عليه عشان يبقى عندكم فرصة أن أنتم الفكرة كلها هي يا دكتور مصفر لينا كلنا أننا كل الصندوق ده رقمه عوائده ما بزيد فرصتي على أننا أدخل ودعم عمالة غير منتظمة أدعم تحديات بتقابل شركات أو كلام من هذا القبيل أقدر أعمل ده كلما رقم كبير كلما حقدر أنا بأتكلم في عوائد أنا فاهم في ما هو ده العوائد وده العشان كده وأنا بأتكلم عشان كده فالحركة خمسة يعني خمسة مليار خمسة مليار شكريت طب والألف دول حنزودهم ولا يبقى ها طبعا ألف ألف بحتى دلوقتي تعتبر رقم بسيط يعني طيب أنا بكل فإلا حركة ألف وخمسمية يعني لو ممكن حركة يعني إحنا حنبقى ممكن نقترح ألف وخمسمية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا قيام مزارة العمل بتعظيم دوريها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتنمية احتياجات سوء العمل بالداخل والخارج والاستبار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العماية المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشعر انشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوء العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب رغيب العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي استمرار العمل على استشراب وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات قيام مزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراتاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات تواوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل زاوي الامم ودمجهم في سوء العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان انفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجل شعب مصر العظيم حمال مصر الكرام لقد خدنا معا خلال السنوات الأخيرة صعابا وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولما قدمتموه من تضحيات سيخللها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس مستقل القرار صانع الاحتياجات ومقدر لجود أبنائه المخلصين فلكم عمال مصر خالص شكري واعتزاجي وتقديري كل عام وأنتم بخير ومصر في رفعة وتقدم الزهار ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته